كيف ملاقي تفاعل الجمهور معه وأصداع بشكل عام؟ أخر غني كانت لك يا خسارة حقيقتك نجاحة كيف ملاقي الأصداع؟ الحمد لله أنا مبسوطة كتير فيها يا خسارة نزلناها بوقت كان كتير خاص أول فترة الكورونا نزلت للترك وكان التفاعل معه كتير يعتبر مهم لأنه بهذه الفترة كانت العالم من بعدها عن الدجتل نباني عن السوشال ميديا من اللي هي باللي كان عم بيصير كانت تجربة كتير حلوة وهلع فيه يغنية جديدة بتمنى أنه تاخد نفس الأصداع زمه أكتر يا رب فينا نعرف شوي تفاصيل عنها؟ لا يخسارة ليش هيك يخسارة يعني لأنه خلين نقول مستوحى من الكلمات يعني سبب اختيار هالكلمة بالتحديد والله هي لك أنا فيه كونكت فني غريب بيني وبين أستاذ ناصر الأسعاد أخذت منه هيلتراك أنا من تقريب قبل ما تنترح قبل سنة ونص تنتين تقريبا وكانت بعدها موجودة وأنا مصررة أنه لا تنزل وهو كمان كاريون وما تنزل شلو من كان أنيوي حسينا أنه هذا وقتها لازم تنزل لتراك لأنه هي بين الصفتنس وبين أنه هي بتاخدك أب شوي لأنه موسيقى رايحة بين التاب ستاب والميوزيك الغربية يعني إذا بدنا نختصر فبحس أنه أي شيء يمكن معقول أعمله مع ناصر أو مع أي حدا في بيني وبينه كونكت فكري فني راح يكون حلو راح تحسه العالم لأنه العالم يوصل للإحساس بسرعة مع ما في داعي أنك تشرح وتعمل عناوين كبيرة لتوصل للفكرة يعني ممكن نشوفك أو عم تعمل الشي هو ترند يعني بالأساس لحتى أنه يلاقي استحسان من الجمهور بس لأنه الجمهور بيحب أنه يتابع الأساس للترند أو لا أنا بعمل الشيء اللي بيشبه سارة ولي بيحب يحب وما بيحب على راحته بني إيه ما تشوفتني عملت ترند ما سرعة ممكن لأداء ما بحس لا ما بشتغل يعني حتى إذا بدي اشتغل الترند باخده لسك تيلة شكل بيشبه سارة يعني لضل بشبه حالي ما على صعيد تاني يجبنا نقول الأزياء والموضوع دائما نشوف كمان صورك على السوشيال ميديا في هيك نوع من الجمال ومواكبة للموضوع هالشي قدر بيساعدك اليوم لتصدير صورة سارة هو بيساعد كتير بس أنا ما عندي هال يعني ما عندي كتير تواجد على السوشيال ميديا أنا لو بدي اشتغل الموضوع لازم اشتغل الموضوع بطريقة برو أكتر يمكن بس أنا بعمله لأنه أنا مثلي مثل أي بنت بحب بقلبوس شغلات على الموضة بتلبق لي أو ما بتلبق لي أحيانا باخد ريس ببعض الأمور بس معنا مدروسة يعني لك في ستايلست وبيلبسني وبيقرر ريشو عمل لا أنا مثلي مثل أي بنت بيلبس وبيحب أطلع لطيفة على الكاميرا إذا بنا نقول سارة يعني بآخر هيك سؤال مقابلتنا اليوم بشكل عام بتوجي لحدا دعمك وشجعك رسالة شو بتقليله؟ لكل حدا دعمني وشجعني؟ ما في كلام بيوصف بصراحة لأنه أنا من زمان إيد عم تزقف الحالة لولا دول الناس يلي دايما بيحكوا على الأقل كلمة حلوة وبيقدموا كمان عاون بمطارح معينة أو استثمار لهي الموهبة بمطارح معينة أنا بشكرون وما بكفي إني بس أشكرون بصراحة هن أساس بي يعني إلي عشر سنين أنا بالوساط أنا مستمرة بسببوا نفعه بسبب مع تجربة ستار أكاديمي يعني هل تجربة قدر ضعفتلي؟ يعني ضعفتلي وبنفس الوقت قزتني كان سيفز وحدين ولحتى قدرت أني أنا أقلوب المر فيها لمنيح أجيت عحالي كتير وأخدت وقت كتير طويل فما فيني أعتبر أنه ستار أكاديمي هي المرحلة المفصلية أو هي اللي خلتني أنا بعدني مكملة لهلا لا ممكن كانت يا ترجعني لورا الناس اللي أنت ذكرتون هن اللي أنا وصلوني وهن اللي بيخلوني بعدني استلم آمنة بحالي ويمكن بكرة أحسن بكرة أحسن بكرة أحسن أتمنى لك كل التوفيق وشكرا كتير لإلك شكرا لإلك مرسي لإلكم شكرا لإشتركوا في القناة 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 شكرا لإشتركوا في القناة